متعلق بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بأداء مبلغ أو دافع مبلغ 2 مليون دولار أمريكي للنادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في النصوص التعاقد في العهد السلاسي ما بين النادي الأهلي واللاعب عندما انتقل إلى نادي أهلي جدة السعودي طبعا في حاجة مهمة عايز أقولها في هذا الشأن يمكن النادي الأهلي كان يتكلف ساعتها أو في وقتها المستشار حلم عبدالرازي الله يرحمه المستشار القانوني للنادي الأهلي واشتغل على الملف ده بشكل كبير جدا وكان فيه معاوقات كثيرة بتوجه في هذا الملف لكن اشتغل عليه لآخر يوم إلى أن صدر القرار النهاردة بالمركز التسوية والتحكيم بغرامة أو دفع اللاعب 2 مليون دولار للنادي الأهلي لمخلفته شروط التعاقد مع النادي الأهلي طبقا للعق الناس بتسأل أسئلة كثير في هذا الموضوع أنا مش هتخل في تفاصيل لأنه لسه فيه مفاجآت في الفترة اللي جاية في هذا الموضوع لكن الناس دولا تتسأل تقول لك مركز التسوية والتحكيم طب إيه علاقته أنا أقول لك إيه علاقته لأن البعض يقول لك ما قال فيه فرفض النظر في الشكوى الأهلي لما راح للاتحاد الدولي لكرة القدم تبقى لشروط التعاقد هي مشكلة ما بين النادي الأهلي وعبدالله السعيد النادي مصري ولعب مصري فالاتحاد الدولي قال لك ده شأن داخلي ارجع للتسلسل القانوني في الشكوى في هذا الأمر للجهات القضائية أو الجهات القانونية في هذا الموضوع فبالتالي اتحاد الكورة لم ينظر في الأمر فالأهل اتجه إلى مركز التسوية والتحكيم طبقا للمواعيد القانونية تمام اللي فيه فقال لك شأن داخلي اتحاد الكورة لم يفصل في الأمر أو فصل والقرار ما كانش في صلاح الأهلي فرح لمركز التسوية والتحكيم مركز التسوية والتحكيم قال غرامة أو دفع اللاعب 2 مليون دولار تعويضا عن الشرط الجزائي لعدم التزامه بشروط التعاقد مع النادي الاهلي اعتقد ده وفكا لقانون الرياضة الجديد لان مركز التسوية وتحكيم لو انت عندك نزاع داخلي مع اتحاد لعب او مع لعب بتروح لهذه الدرجات بعد ذلك تقدر تروح للمحكمة الرياضية الدولية مش للاتحاد الدولي لكرة القدر اعتقد كده الامور وضحت للناس شان الناس تبقى عارفة القرار سليم والحكم سليم وبالتالي شهن داخلي والقرار لمركز التسوية والتحديد هنا السؤال برضو يا محمد الاهلي كسب من وراء عبدالله السعيد تبقى للتعاقد اكيد الحمد لله داخل ما شاء الله في 50 مليون لو الغرامة دي او الفسخ ده او المفروض يدفع عبدالله سعيد 2 مليون دولار انت كده داخل في 50 مليون جنيه النادي الاهلي كسبهم من وراء عبدالله سعيد لاعب راحل على النادي الاهلي وعنده 32 سنة في الحقيقة ما كسب كبيرة جدا بالنسبة النادي الاهلي